ضرورة يعني إعادة النظر في وضعية فسقية الأغالبة وبينسير القرار هذا معلوم أنه سنة الاحتفالات بيش تكون على مستوى فسقية الأغالبة دونك هذك عليش بديت الأشغال هذا بشيكون موضوع حديثنا لليوم في لديبا للحديث حول هذا الموضوع معنا في البلاتو سيد الأحبيب المستيري مساعد رئيس بلدية القيروين سيد الأحبيب مرحبا بيك مرحبا بيك ومرحبا بي مستمعية شكرا لك على تلبيات الدعوة معنا زيدا في البلاتو سيسليم بشير النطق رسمي باسم مهرجان المولد النبوي الشريف سيسليم مرحبا مرحبا بجميع الحضور وجميع مستمعية حياتي فهم شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة نبدأ معك سيلا حبيب على مستوى الأشغال اللي شاهدناها البارح الجهر وتنظيف فسقية الأغالبة انطلقة البارح لو كانت تعطينا أكثر تفاصيل حتى الوقتاش بش تتواصل وشنو اللي بش يصير في الفسقية يعني كيفش بش تكون التهيئة هو الحقيقة على الاستعدادات المولد النبوي الشريف انطلقت في بلد القيران منذ شهر أجوان فما الاستعدادات اللي عندها طبع إداري بتبيع الاستشارات هذه واحد انطلقت من وقتها ومنذ شهر قوت بدينا في الاستعدادات اللي تخص على مثلا الصيانة والزينة انطلقت من منذ شهر قوت استعداد تهيط فضاء فسقية الأغالبة صرت جلسية على مستوى الولاية حضروا فيها المداخلين تقريبا الكل المعتمدين سيد المعتمدين التجهيز الفلاحة المعادة الوطنية التراث دونك كل المداخلين كانوا حاضرين وانطلقنا في الصيانة بتاع فسقية الأغالبة من تقريبا منذ شهر انطلقت الأعمال بالأخص هو المدخل الشمالي بالبيب اللي حل على الولاية وقع الفتحة بتاعه تنظيف المدخل تنظيف الجوانب ازالة الأشجار والأعشاب التفايلية فيه صيانة الممرات اصلاح الكراشي البيرق على مستوى البيرق انطلقت تقريبا منذ مدة مهوشي البيرق انطلقت تفريغ البيرق الحقيقة بمجهود من معد وطني التراث بدأوا في التفريغ انطلقت بهم الحماية المدنية كذلك بدأت تساعد فيهم في مسألة تفريغ البيرق عنا تقريبا اسبوع انطلقت تنظيف بعدما تقلص النفوم تعلميه في جزء من البيرق انطلقت التنظيف من خلال العمل الذي تتعال معد وطني التراث البيرق الحقيقة البلدية شاركت بالتجهيزات المتاحة والأليات المتاحة ولا التنظيف ميكانيكي من خلال الأليات هبطوا ديوبوبكات للفاسقية وبدأ جهر ميكانيكي للفاسقية وذلك عليش ممكن البيرق شفنا التقدم السريع في التنظيف هذي بتبيع بشي تواصل الى حين بيحول ليه سيلا حبيب هون يسوئل لحقيقة انحوه بار شاقرا والبرح عليش من زمان معناهم ما نظفناش بيركل أغالبة هكا وما اعتنيناش بهذا المعلم يعني واضح هو لحقيقة لعدة اعتبارات أهمها معتها شكون الترف اللي هو يدخل في الفاسقية كيف ما نعرفه الفاسقية هي على ملك وزارة الثقافة وهي في تصرف بتاعها دونك الجهة المتصرفة هي المفروض تقوم بالتداخل اللي تهذية لكن كيف ما نعرفه راه مؤسسة الدولة كلها لقيها صعوبات في التداخل في المشاريع الكبرى والفاسقية راهوا بش نبديه واضحين هي موضوع طلب عروض دولي وهي موجودة في نفس المشروع متاعتها هيئة جمع الكبير معتها مرصودت لها أموال محترمة في طار هيبة في عقد بين دولة تونسية والدولة السعودية والفاسقية هي موضوع تداخل كبير كبير بحول اللي هو بشيكون معتها يغير الوجهة متاع الفاسقية إن شاء الله دونك هذيك عليش البقية للأطراف لكلها تبقى متردة في التداخل إذا كنا نبدأ ندخل وإلا نستنى التداخل الكبير هذية مواضح لحقيقة هذا الممكن كان معطل العملية سيحبي بس يتكذكرت أنه على مستوى الاستعدادات منذ فترة وأنا كان ليش أرف حضور بعض الجلسات أنه على قد نعرف بعض الملامة هل أنه يعني بخلاف تنظيف الفاسقية على مستوى الإنارة على مستوى المقاعد على مستوى تهيئة بعض المساحات هل ثم تقدم ولا مزال شويان التقدم موجود ممكن الأسبوع الجيء مش تشوفوه بشكل أفضل لأنه ثم مقاول اللي هو تعهد لي بش يحضر الكراسي بش ناس توقع هل يقعد زواري يلقوا على الأشي يقعدوا الحويات الورقية كذلك واللي هو مش يبدأ في تركيز متاحهم بحاول الليل أسبوع القادم كذلك بعد تم التنظيف يبدأ في الحاجات الكبيرة ثم التزيين يجي من بعد زاد الأسبوع القادم مش يبدأ الطبيضة متاع الجزئة كبيرة من الفاصل مش الغربية والكاميرات المراقبة التعاودات الحقيقة بتعبل هذه القروان كانت على مستوى التنوير على مستوى التنوير وهذا الاستشارة حاضرة بحاول الليل زادة مش كونة قريبة واتجاها بدأت في نهج أنيس الجلاسي كان ما فيهش إنارة عبماية نهج أنيس الجلاسي كانت تتعاديه في الليل تتقاوه فيه التنوير وهذا المحاولات هذوكم الليل وبالتاقنية متاع الليل دونك فيه تحطوا فيها ديفوائي الليل دونك هذو موجود معتك انت تتعاديه في الليل تتشوفوا التغيير على مستوى الشارع النيس الجلاسي وقع فتح البيب الشمالي وقعت سينة المدخل المتاعه وبش تشوفوا الأسبوع القادم بيحاول له تركيز المقاعد وتركيز الحاويات الورقية على المستوى الفاصل دونك السنية زادة سيلاحبيب ما نش بش نشوفوك الانتصاب على مستوى كما كان قبل شارع البيزامع البلوي عمنا والتبدل أما سنة بش يكون في فسقية الأغارب هذا الفضاء كيفش يعني شنو الخطة لانتصاب يعني البيع واللي يعرضو المنتجات امتاحهم بمناسبة المولد هل الفضاء هذية معناه يفي بالغرض وتم يعني تهيئته بالشكل المطلوب نحن من حامل إلى آخر نحبه كل مرة المولد اللي جي يكون أحسن من اللي قابله السنية ثم لجنة جهوية وانطلقت الحقيقة في العمل المبكرة وفي الأطراف الكل ومن القرارات اللي اخذتهم اللجنة الجهوية التي تنعقدها على مستوى وولاية القيراوين هو الانتصاب ليس يكون في محيط الفاسقية ماهوش في طريق ابي زمع البولاوي وامتداد امتاح وبرهي بلاحظة أو في طريق الجامعة المنى وطريق الجامعة الكبير أو طريق الجامعة الكبير السنية الاستعداد بدأ قبل كانوا حاضرين معنا زادة الإطارات الأمنية بتاع الجهة وقع اتخاذ قرار في انه الانتصاب ليس يكون في محيط الفاسقية أساسا في شرع عنيس الجلاسي وهذاك عليش احنا قلنا على مستوى التنوية العامة التاهيئة قاعدة دور تصير التاهيئة متاع شرع عنيس الجلاسي اللي مش تكون فيه بالنسبة الانتصاب بتاع الفخار متاع الصناعة التقليدية وغيره مش تكون غادي في المقابل مش تكون اليوتيكا الاتحاد تونسي للصناعة وتجارة المعرض السنوي اللي قاعدت يسير مش يكون في ساحة الدهماني كذلك الاتحاد الفلاحين يعني المنظمات الوطنية مش تكون الانتصاب بتاعها في ساحة الدهماني والمحيط بتاعها بينما بقية المتصبية مش يكونوا في شرع عنيس الجلاسي نتمنى التغيير هذا يمكننا في سيولة الحركة في شرع بزمع البلوي يمكن الزوار انهم يدخلوا ويخرجوا بشكل سلسل أكثر والأهم سنعم هو حاضرين معانا سيد المهرجين مولد النبي الشريف دونكتر يزيد يوضحنا لأنه ثم أنشطة بحول اللي مش تكون في ساحة المغرب العربي فإن شاء الله السناء المنطقة هذيك بيش يسوفوها في حلة جديدة ما هيش اللي شوفناها سنة الفارت شرع حبيب ساحة الدهماني ما تخافوش من اختناق مروري خاصةني اللي عرفنا أنه الممره ذاك هو المدخل الوحيد من شير التونس خاصةني للمدينة يعني تراش أنه ممكن يخلق مشكلة على مستوى المرور باش نبديه واضحين الحجم متع الزوار السنوي في المولد راهو حجم كبير جدا والمدن لكلها في المناسبة الكبار راهي تعمل خطة للحركة استثنائية يعني مش تلقى ثم شوارع مغلقة أمام الحركة متع سيارات باش نبديه واضحين وهذا يصير سنوي كان يصير في شرع أبي زمع البلوي كان مهوشي منظم وهنا قاور ويحنا فيه كان في شرع قرطبة في عائشة أم المولد كانت شوارع دي كلها تتسكر في المولد السنية مش نلقاها في شوارع أخرى باش نحاولوا رغم لي ثم شوارع باش تسكر باش تكون الحركة المرورية توجه إلى شوارع أخرى بالنسبة للباركينك اللي مش يقع على استغلال متاحهم وفود زوار من مدخل تريقتونس أو مدخل سوسا مش يقع توجيههم للباركينك اللي حذاء معهم السميد بالنسبة للداخلين من تريق سوسا اللي داخلين من تريقتونس مش يكون توجيه متاحهم إلى في الإدارة جهوية متاع أمملك الدولة مش نحاولوا تكونوا عنها معناتها البلايس اللي هي تيقب فيها الحافلات ويحطوا فيها زوار السيارات متاحهم الأخوة الأمنين قاعدين يحضروا في خطة أمنية متعلقة بالحركة متاع المرور نتمنيه السنين تكون أفضل من السنين السنوات الفارتة لكن يجب أن نكونوا زادة واضحين راهوا معت العدد من الزوار مش يفرض إغلاق عدد من الشوارة وبعض الشوارة وهذا مفهوم يعني في كل التظاهرات هكا يتم اللجوء إلى أعداد خطة واضحة لتيسير يعني لكل الأطراف باي سيلا حبيب قبل ما نمشي نحكي مع سيسليم بشير خلي نسألك على الدخول هل بشي يكون مجاني إلى فضاء فسقية الأغالبة الانتصاب بالنسبة للمنتصبين فما يعني معاليم للانتصاب ولكنت فضحنا النقطة الفسقية الأغالبة راهي معتها هي ساحة عامة والخاصية بتاع الساحات العامة أنه هو دخول وخروج لها مجانة معتها في كل الأحوال مش نلقاهوا معت الحركة في الساحات هي حركة مجانية بالنسبة للإشغال إشغال يثبت القانون بتبيعه يفرض معاليم على الإشغال الوقتي للطريق العام أو للمرفقات متاعه هذا معتها محدد للسعر متاعه بتبيعه معتها بنص قانوني ما فيش حتى كلم تبقى التنظيم الاختيار ثم سعر الحقيقة لما نستحضرش تقريباً متر مربع بـ 25 ألف دينار ما تخليش نعطيك معلومة مهاش دقيقة لكن ثم بقرار بلدي وبأمر حكومي محدد السعر متاع الإشغال نطلق فيه بتبيعه بالتنسيق مع اللجنة الجهوية للإعداد مع رجل المولد تقريباً لمسات الأخيرة متاعه كلها حاضرة نبقى وديما مرتبطة بالخطة الأمنية وغيره أما هذا وقع فيه الاتفاق الإشغال مش يكون فيه ناج أنيس جلاسي وضح وقوف السيارات مش يكون مجاني وقوف السيارات والحافلات نحظنا في بعض الأماكن ثم ناس يعني يجيوا ويطلبوا من الزائرين يعني معلومة له وقوف سياراتهم هو الحقيقة عموماً ديما تكون مجانية أحنا في الساحات العامة لكن تيما راه المجاني في المقابلة متاعه نلقاه المشكلة متاع الحراسة متاحة الحد الآن بلادة القيروان ما حددتش معلوم للحراسة متاع السيارات وإنا قاعدين عملوا على أمكانياتنا الذاتية والنقطة هذه مازالت ما عندهاش رضوح التام لأنه ممكن معطيق على التفويف لحراس بمعلوم في المواقف متاع السيارات هذه الحقيقة مازالت ما هيش وعبش موضحك نقد ديما في مطابع لك آخر المسجدات نمشيو مع سي سليم بجير ناطق رسمي باسم مهرجان المولد النبوي الشريف اللي في كل مرة يتم برمجة جملة من الأنشطة والعروض في القيروان بهذه المناسبة نسألك سي سليم على البرنامج شنو عنا سنة في البرنامج شنو كان فما حاجات جديدة سنة في مهرجان المولد البرنامج ناج مقول تقريبا كامل بنسبة مية في المية ما زلنا كاملناه معنا هي يمكن يتم نزيدوا حاجة لدرني المينيت معناها من الطرف إذا كان فما جمعية من الجمعيات كي ما تعرف نحنا كيفاش نكونوه البرنامج فما حاجات فما عروض وفما تظاهرات نظامها جمعية المهرجان هذيكم موجودين وفما جمعيات أخرين يخدموا عندهم عروض وعندهم تظاهرات بشاركة ومع جمعية المهرجان زادة مشنقاهم موجودين وزادة فما جمعيات أخرين ومرظمات أخرين عند عروض مستقلة به وتعملها في أيام المهرجان نحنا كنا خرجوا البرنامج متاعنا النهائي خرجوا فلاير فيه جميع العروض معناها مش كان اللي يعملوهم الجمعية علش بش أول حاجة يتم إشهار جميع التظاهرات مهما كان المنظمة متاحة الزائر اللي ياخد فلاير اللي مش يلقاه معناها في اليوم الترويجي ومش يتم توزيعه ومش نحطوه المرضية زادة في النزول السياحية ومش يكون البرنامج في ثلاثة لغات المرة هذية معناها مش يكون باللغة الإنجليزية ولغة الفرنسية ولغة العربية مش يتم توزيعه على جميع وكالة الأسفار والنزل اللي أي زاير مش يخوي في يده فلاير ويدخل للقروين مش يلقى البرنامج مفصل معناها من أول نهار لآخر نهار بالتوقيت بالاسم العرب بالمكان متاع وين مش يتم ومش يلقى زادة اسم الجهة اللي منظمة المهرجان معناها الهدف متاعنا نحنا في البرنامج النهائي أن ننشره وننشره البرنامج كامل من أول نهار لآخر نهار وهذا اللي تعودنا به السنة قلت اكملنا البهرجان يمكن معناها في الأيام القليلة القادمة من هنا حتى لليوم الترويجي نتصور فهما شكولنا اللي مش يجي يتوصل بنا بنا بناي بورانجك تيل للبرنامج بتاعه البرنامج متنوع طبيعة العروض ولا التظاهرات شوف نحنا عروض ديني عذاك فهم الجانب الديني اللي ناخد معناه في كل تظاهر وراو ومعناها يمكن ما تم اجتناوله وقبل كيفاش يلزمه ويتعرضه ويتثمينه اسنان شاء الله مش نجاوزه الاشكالية هذية وحتى أعلاميا معناها فهم فريق مش نخصه فريق اللي مش يدور ويبرز وينشر هالتظاهرات الدينية والمسابقات الدينية والمحاضرات على مواقع التواصل الاجتماعي على وسائل العلام على كل شيء اسناء جديد في المسابقات هذه المسابقات اللي مش تصير فيها جزء كبير موجه لتلاميذ المراحل الثلاث الابتدائي وثل أعدادي والثانوي بالتنسيق بشاركه مع المندوبية الجهوية للتربيب والأسئلة اخترنا هذه أن تكون ضمن البرامج الرسمية اللي تم تدريسها فمتحبين ديما ما نخرجوش من الإطارة ذاك بالتنسيق معناها بالتوازي مع الأنشطة التقليدية اللي هي المحاضرات المحاضرات على الفهم المحاضرة اللي الإسلامية الدولية اللي تعملها وزارة الشغل الدينية والإسناية مش تكون معناها يوم الأحد يوم على نهارين يوم الثنين وثلاثة أكتوبر بعنوان المنهج النبوي في الارتفاق الكوني ورعاية البيئة لا يوجد نظر خاص في مدينة القيروان في هذه الظيوف أجانب بدأت ديما كل عام الندوة الإسلامية اللي تنظم وزارة الشغل الدينية فما محاضرة خلينا كيف حاجة جديدة سنة مختلفة فما برش حاجة جديدة أنا نأتيك حاجة جيزة جديدة بركة أنه سنة اخترنا أن يتكون فما تظاهرات مش يكون في ورشات حية مثلا قبل ما يصير يصير ساعات نعمل معرض للخط العربي فقط معناها معرض يستعرض سنة عنا برنامج معناها يشرف عليه وأعد الأستاذة بالحق اللي تسمح لأن حييه واللي جابنا الفكرة وأشرف عليها و و حمسنا ليلها وأنا مش نعمل وديزات اللي معناها حيين في الرسم في الفن التشكيلي في تظاهرة أركروان هذا يتون شوفوها هي مش يتم استضافة فنانين معناها تشكيليين معروفين معناها على أعلى مستوى مش يخرجوا في البلدين العربي مش يعملوا مش يصوروا معناها ألاص طمان في الأيام هذيكة معناها مش يأخذوا لكوان دي بلان اللي هوم يحبوهم في معهم حتى اللي معناها ديزارشيتيكت مهندسين معميريين مكتعرف انت المهندس معميري هو أساسا رسام معناها في يدو في الاسبريم الإبراز اللي يخرجون للمدين العربي في دي بلان محلوين برشا والعمال متاحه مش يتم معرضها في النهارين التيلانين للمهرجين معناها مش تكون تظاهرة في المدين العربي مش تنتشر معناها العرض نهايي إن شاء الله مش يكون في المراكب الثقافي في المراكب الثقافي تون شبو أديم الحاجات اللي متعملتش قبل مبني فما معرض الخط العربي ومش يكون زادة بخلاف الخط مش يكون فما ورشة لتعليم الخط العربي للزوار معناها نجم يكون كبير نجم يكون صغير معناها مش يكون المرضية معناها المعرض بخلاف أن يكون قاعة عرض من سواء لمش يكون ناتيليا معناها فهمتني متاح خدمة ناتيليا ومش يكون مهم مختيار المكان هي بطبيعة إذا كان المعرض ومش يكون في الوين مش يكون يختار المكان الذي يرسم وهذا يرتام والذي قال إن شاء الله زادة في اليوم الترويجي الذي نعلق على أمير كبيرة برشة مش يكون موجود في اليوم الترويجي معناها قبل في اليوم الترويجي كل مرة خدمنا على تام مثلا في دوميل ديسناف كأخر يوم الترويج عمنا في دوميل ديسناف خطر دوميل الفام فماشي مولد دوميل أن الصناعات التقليدية اللي مش نهزوه مش يكون في إطار مش يتم عرضهم كهوة رشاة مثلا كينهز الزربية مش نهز معها السادية وكالكان اللي يخدم كينهز الجبة الجبة مش تلقى شكون هلا مش يكون في شراء الحبيب بورقيبة إن شاء الله غورة أكتوبر يوم واحد أكتوبر مش يكون في شراء الحبيب بورقيبة مش يكون إن شاء الله يوم الترويجي معناها متميز المرة هدية وورا كل حرفة وكل صناعة تقليدية فم حكاية مش تتحكي مش يكون فم أتوليه خاص معناها بصناعة المقروض مش يأمنه تاجر معناها الصناعي في الوهد وعمل استوام معناها خاص بال فم مش نقوم منتوجات الفلاحية متاع القروين مش يكون فم تام حي معناها في المهرجان مش نقوم السلامية مش نقوم الفرق فوروكولورية متاعنا العادية مش نقوم الفروسية مش نقوم مش نهز المولد قبل بجمعة التونس العاصمة مش نرغب الزوار في زيارة المدين فم برشة حاجات جديدة إن شاء الله نشوفها مع بعضنا في الندوة الصحفية إن شاء الله بالنسبة للعروض الأخرى سيسليم بتكون موجودة مثلا الخرجة القروية العروض الانشيد في الصحات العامة بالنسبة للعروض تقريبا كل ليل عنا حفلة تقريبا بداية من هالثنين عنا هالثنين في الليل فم حفلة عرض صوفي في ساحة المغرب العربي الكبير يوم الثلاثين نفس الشيء في ساحة المغرب العربي الكبير يوم الأربع في الليل عرض صوفي في فضاء الفسقية يوم الخميس في الليل عرض صوفي في فضاء الفسقية يوم الجمعة عرض العرض الكبير متاعنا في ساحة أولاد فرحان ويوم السبت عرض صوفي كبير في ساحة أولاد فرحان وحفل الاختتام بتباع زيادة مش يكون في المراكب بعرض فني أو في سبع أيام وسبع ليالي تسلي يقولون سبع أيام وسبع أيام وسبع ليالي وسبع شيات واربع شيات على خاطر بداية في وقت اللي نتنقل ونهز العروض للساحة الشهدية خاطر نهاري في الفسقية ومن بعد نمشيوا نحول للساحة الشهدية في بيب جلدين. بيب جلدين مش ولي عشية وليل. العشية مش تلقى سلاميات مش تلقى في رق الوعد ومش تلقى في الليل العروض فهم العرض الدولي فهم برشة حاجات حلوة مش نعيشوها سبع أيام. ونهاري انتلانين بخلاف الباب جلدين ومش نلقاوا بطحاء الجرابة هي بيدة مش تشد مش تاخل المرة دايق مستلسين عملوا فيها حفل المرة دايق مش تكون فهم حفلين في بطحاء الجرابة معناها عملوا على سقيكم البسس بيدري اسيهام خاطر راك مش تلقى واستعدوا واستعدوا. كلمة عرض الصوفي انا ما شاهدته في الدورات الاخيرة العروض بعيدة شوية على ما المشطلح عرض الصوفي هي عروض فرجوية. كلمة عرض الصوفي عنده خدمة معينة انا نشوف فيه ليس عرض الصوفي وبالتالي اقترح عليكم تغيير كلمة عرض الصوفي بعرض فرجوي. لانه عرض الصوفي في جماعة مسايبة شعورة تتشطح في قصطح ليس عرض الصوفي. لانه نبدأ. لانه حاجة الثانية ليس ضدني من المعارة الفرجة و لكن لانه يسعى لانه يسعى اقحام صحيحة فرجوية في العروض. انا ما اتمنى هو انه تبعدوا على ليلة المود. ليلة المود اللي هي تكون انهار 8 تقريبا. 8 في الأنم. أتمنى أنه 8 في الأنم لا يتحدث في حفل الكبير الذي يمنع الناس الذين يأتيون لحفل الكبير أو يتحدثون إلى الحفل الكبير لأنه كان يأتيون لحفل الكبير لأنه يأتيون للحفل الكبير لتحرمون منها العام الماضي. الأخرى أنه في خصوص المطوية يريد أن تضعوا مكان في خصوص المطوية خريطة لأنه يأتيون الناس لا يعرفون أين وبالتالي يتحدث خريطة توضح المكتوب آخر جملة ما يبقى كل مكتوب هل هناك ما سيدونه ويبقى نلقاه حاجة أنه في عام كذات عملت حفلة ثم ندوات وثماغيل نلقى وهم مطبوع لن نجاوبك أنا منين من الوسطة بالنسبة للخريطة عملنا المرة هدية مع الفريق مطوعين وبارك خرجنا على الموقع الجمعية فم انتداب فريق مطوع ليس نوزعوه في عديد ساحات فم خيام خاصة بالإرشاد بخلاف الخريطة ليس يلقاه في المسلك السياحي وقلبة في المحيط احتفالات خيم خاصة فيها مطوعين فيها حتى فريق تبي مجهز معناها للدوية التي احتجت خاصة والعبيد الكبار وزادة عنده مهمة الإرشاد بالنسبة لولد فرحان أولد فرحان والاحتفالات التي تصير فيها أولد فرحان والأنيون ماجد المارك للقروان من الجموشين عاديوا المولد وصمعة جامعة الكبيرة والحية ذاك أظلم العروض الذوقية في الصمعة موجودة اسمك نخدم على التنظيم المرور للمزارات الدينية معاك أما بيش نلغيها قلبك يوجع كي لا تعمل يعني العرض الذوقي في الصمعة موجودة اسمك بالنسبة للعرض الذوقي نخدمه حاليا مع وزارة الثقافة وإذا كان نجحنا في تنظيمه إن شاء الله يكون خارج الصور على الصور لكن إن شاء الله في صورة أولد فرحان منشيرة ومن الزيتونة غادي على الصونة على الإكران هذاته لا نخرج من الجامعة استجابة واستجابة لكي تفهم أصوات هي الجامعة الحاجة التي هي تدعمنا الجامعة ومشي تدعمه بقاوين تنظيف خاصين بالساحة بشكل يدخل كان فما وسخ ولا حاجة بقاوين تنظيم موجودين قدم الجامعة محلول مجهزين بقاوين تنظيم بقاوين تنظيم تحت إشراف لجنة التنظيم بتاع الجامعة وتم اختناء أخيرا الأغطية بقاوين تنظيم الجامعة الكبيرة ويقعدوا في جامعة كبيرة سوف تدعم تحديد المتحسيات واحدة أخذنا كمية كبيرة ومعنى معلقات لدعوة لإحترام تحسيسية لا تكون موجودة في محيط الجامعة سؤالي الأخير لك سيسلي مراجئا بإجاز بخصوص التمويل دي ما نعرفه فما إشكالية التمويل والصعوبات المالية شنو واسنين فما دعم من الدولة ملقتي الصعوبة في هذا الخصوص شوف أول حاجة نحب نشكر جميع الإدارات الرسمية والوزارات والداعمين الرسميين وزارة شؤون الثقافية وزارة السياحة وزارة شؤون الدينية بلدية القيروان وولاية القيروان المستشهرين اللي دعمونا في المهرجان هذين لكن تعرف مهرجان المولد النبوي الشريف رأي البارك كل عام تطلع المصاريف أنت كتعمل سين سومها مشكلة عاملية والكما سناء الضوء مشكلة عاملية والكما سناء كنا نأمل أنه يكون الدعم أكثر في انتظار أن الجانب الاستشاري وملف الاستشهار يقف على سقيه خطر رؤو الاستشهار في المهرجان خاصة في مهرجان المولد النبوي الشريف توب دا يكبر في انتظار ذات كنا نأمل على خطر قد ما يكون البجيه أكثر قد ما يكون العروض أكثر قد ما تصرف على المهرجان وعصان أكثر خاصة أن الخاصية من الحفلات متاعنا لو كنا نأخذها في قاعة ولا في مزرع يتختلف نعطيك شيئا ما دعم اللي أريد يمكن أن نتفهمه شيئا كنخدم السين في ساحة طاولات فرحان اللوتا نوعية معادات صوتية كنطلع بها كما عمنا والفوق تقريبا سوم فوضاء يمكن أن تكون المعادات الصوتية في الفضاء لذلك يجب أن تكون المعادات الصوتية يمكن أن تكون المعادات الصوتية أكثر من العروض بها إن شاء الله نعلم عليها في الندوة الصحفية أعطينا سكوب سيسلي أنا أعطيتك سكوب إن شاء الله حتى أكثر قد يش قتلوا سي حمدي؟ 250 مليون أكثر يعني أكثر من 250 مليون في الندوة الصحفية نعطيكم كل شيء ajم مستشهريين رزان فقال يوزل شاء الله إن شاء الله إن شاء الله سناء مستشهرة لتخلي معنا واش يتم إنه الإعلان علي في الندوة الصحفية و مش نلقوا intervals في زوج عروض دعمهم بالحق وإن شاء الله اليوم مقينا مع واحد لنلقواه في عدة وحدة نرجع مع عكس الحبيبة المستيري ومساعد رئيس بلديد القيروان كلمة الختام في خصوص الاستعدادات لمهرجان Mew possível كلمة الختام نحب أخصصها للحق للأعوان والموظفين البلدية اللي يقوموا بجهد استثنائي في الاستعدادات قلت لك من وقتين شنطلقت الاستعدادات هذو مثم عمان بتاع نظافة بتاع تجميل بتاع المدينة بتاع الإنارة بتاع غيرو اللي يقوموا بجهد استثنائي في المدة بتاع المولد اللي يخدموا أكثر ببرشة من الوقت الإداري بتاعهم دونك نحب نعجلهم هما التحقية وكيفة الفريق الإداري وحتى عضاء المجلس اللي هما قاعدين يسهروا على النجاح لانتزامات تاع بلدية القروان دونك نتمنى إن شاء الله المولد يتعدى فيه ظروف طيبة لكل متكنين تاع القروان يكون ظروف تعراحة لزوار تاع القروان حبيت الحقيقة فما توقعات في العدد ولوانو زادها نشوفهم مع السياحة إن الحقيقة حبيت نفك شوية وقت بش نقول راهو عنا زوار رسميين في تظاهر أخرى متزامنة مع المولد نبيو شريف مش كون عنا فريق من بلدية دارمشتاد يزور بلدية القروان في نفس المدة بتاع المولد في خلال الاحتفالات الأهيم الأولى مش كون عنا تظاهرها بتاع رياضة وألعاب وتحدي كبير اللي هو في الفسقية وتحدي مش تنطلق دورة حول العالم يعني 40 ألف كيلومتر لتلثمانين يوم مش تنطلق نهارة 1 أكتوبر بحول الليه متزامنة مع الاحتفالات مع المولد نبيو شريف واضح سيلا حبيب شكرا لك سي سليم بشير سي سليم بشير هنا نعطيك أنا سكوك سعى الشكر كبير برشا بالحق وسبق لي أني شكرناه معناها هنا في على البلاتوم تحياتها فيم مع سي سبيل العمارية في البرنامج الشكر الخاصة للعمال البلدية اللي خدموا في كويل وفي كل شي في العوام وبالحق هذوك اللي كانوا قبل العبد الكل هما موجودين لتحذيرات المولد ويعطيهم الشحة وبرك الله فيهم نقوم بشير مع البلدية ومع الولايات نحب نشكر المشروع الخاصة وجميع الإدارات الجوية السياحة الثقافة في القرين التجهيز الوكالة التراث والمعهد لم يفهم ما يقصدناه وردنا بلحق يعطيهم الصحة سوف تردين مسؤولية كل السنامج نقوم بمسابقة جديدة في برنامج فيزيت تونيزيا والمعهد ومعهد تدوم على ثمانية أسابيع تنتلق في المولد وحتى البعد المولد تكون مسابقة خاصة للشباب أنه لا يزوروا كل أسبوع مجموعة لا يتحطوا يحكيوا على تاريخ القروان في معالم أثرية وهم مطالبين يكتشتوها وفي إتار مسابقة حلوة لا يتعرفوا بها على تاريخ القروان وعلى حضارة القروان إن شاء الله هذا برنامج متميز كلمة الختام بالنسبة للقرابة وزوار القيروين أيامات المولد ما تنجم الرسالة لتواصلها لأم سيسليم؟ نقول لهم مرحبا بكم بالنسبة للقراوة نحن نران أمال العرس نحن أولاد البلاد نحن أولاد أمال الفرح بيده إن شاء الله نسهلوا أكثر ما يمكن المولد رأي لهم مهرجين المولد رأي للقراوة الكل من أول نهار إلى آخر نهار كل واحد يساهم بل ينجم باش نسهلوا للزوار الزوار نقول لهم مرحبا بكم في قرواننا البيا في قرواننا الحلوة في قرواننا إجاو مش تراو حاجات ممتازة جدا بالتوفيق لكم نشكر برشا ضيوفي سيد الحبيب المستيري مساعد رئيس بلدي القراوة وفيك على قبول الدعوة نشكر سيسليم بشيرة ناطق رسمي باسم مهرجين المولد النبوي الشريف شكرا لكم على مدنا بكل هذه التفاصيل تحية ليك سيحمدي البقلوطي ناشط في المجتمع المدني ومتابع لشأن العام هكا نكون وصلنا لختم غيكاب ميدي لليوم تحية لأمنا بوخيد في الإخراج التقاني للحصة سيف بول عريس فيا ديجيتال زملتنا ساوسا فيا ستوندار اشتركوا في القناة